طيب خليني بيقولي الرواية فقولي الرواية عندك كانت في الزائر عاشقات الطفولة أشباح بروكسل صحيح دي رواية ولو احنا اتكلم على القصص فهي كوميديا الانسجام تلت مخبرين وعاشق الحزن طفل نائم مضبوط صحيح آيس هارت في العالم الآخر رواية صحيح يعني انت بتروح ما بين الرواية مجموعة رواياتك وقصصك موجودة ما بين الرواية والقصة متى تقرر لا انا بكتب رواية لا انا رايح للقصة انا خائن من الترهز الاول انا خنت محبوبة الاولى اللي هي القصة القصيرة وفي الفترة السنوات الاخيرة مركز في الرواية لسببين في سبب انه الرواية انسب للموضوعات اللي انا عاوز اخذها يعني مثلا انا رحت بلجيكا بروكسل وكنت مراسل لجريت الاهرام في الاتحاد الاوروبي فاستفزتني التجربة الاوروبية والحياة في مدينة بروكسل هي الحياة فيها مش شيء سعيد قوي لانها مدينة رمضية وفيها قدر من الكآبة شوية والمطر والجودة من شكلها اه خدت من الاشبح واتكلمت كمان عن فكرة المتطرفين العرب اللي هناك وزاي شعب وديع ومسالم ممكن يتعرض لاشجاء وكده ده السيدة شافكي الانسب لها الرواية فطبيعة التجربة هي بتحدد ليفة القالب ده لكن انا لازم اعترف انه فيه جزء فيه واعي وهو اللي بقول خائن ان انا عارف انه الرواية اكثر جاذبية وبريق ففيه جزء من انحيازي لها مقصود اه فيها كمان ارتياحي يعني تقدر تستطرد بالزبط يعني انت في القصة ما صعب تستطرد لكن عادة الرواية يعني يستطرد في معلومة وانا كقارئ اشبع من المعلومات احيانا كثيرة ده ما بيبقاش موجود في القصة لا مش موجود في القصة وكمان القراء احنا لازم برضو نحط في حسباننا الطرف طرف اساسي اللي هو القارئ القارئ يبدو ان فيه احتياجات نفسية عند القارئ انه هو عاوز مساحة واسعة يعيش في الخيال عاوز حالة من الفضفضة يعيش في خيال عاوز تفاصيل اكتر واكتر والشيء المدهش اللي انا سعيد به الاجيال الجديدة اللي احنا دايما نقول مافش حد بيقرأ لا طبعا ده بالعبس ولا بيقرؤوا كتير اشتركوا في القصة